لو عجبتكم الحدوثة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة كان يا مكان كان فيه قط صغير اسمه القط نونو جي القط نونو لماما وقال لها يا ماما يا ماما ما عندي جيش حاجة أكلها أصلاً جعان قوي بس كده يا حبيبي حاضر من عناية اللي اتنينو هجيب لك أحلى أكل أنت بتحبه وراحت ماما تجهز الأكل للقط نونو وكان القط نونو قاعد جعان ومستنى ماما تيجي بسرعة اتفضل يا نونو يا حبيبي قادي اللبنه اللي انت بتحبه يا يا ماما لبن تاني وانا كل يوم هاكل لبن كل يوم أشرب لبن انا زهقت بقى انا عايز اجرب حاجة تانية خالص حاجة تانية حاجة تانية زي ايه يا نونو انت عارف احنا ببنشربش غير اللبن هو ده الاكل بتاعنا اللي بيرايحنا وبيرايح معدتنا لا لا انا مليش دعوة انا عايز اكل زي الارد ميمون ايش معنى هو بيأكل موز وانا لأ انا عايز اكل موز زيه موز موز يا نونو ده الموز ده تقيل جدا وبعد ان احنا ما ينفعش ناكل موز ده يتعب لك معدتك احنا لينا اكلنا والارد ليه اكله لا انا مليش دعوة انا عايز اكل موز يعني هاكل موز ومش هشرب اللبن اللي انت جاي بدا انا مش عايز اللبن وفضل نونو يقول لماما ان هو مش عايز يشرب لبن تاني وعايز ايه ياكل موز زي صاحبه ميمون ومامة نونو تعبت من الكلام معاه ومهما تقنعه هو مش عايز تقتنع ولا مصدق ان الموز هيتعب له بطنه ماشي يا نونو براحتك لو انت عايز تاكل موز روح كل موز وجرب يمكن لما تجرب تصدقني وتصدق ان الموز هيتعب لك بطنك على العموم انا هروح اكمل الشغل اللي ورايا في المطبخ ويريد تاكل اللبن بتاعك وملكش دعوة بميمون ولا الموز اللي هو بيأكله طبعا نونو ولا سمع كلام ماما ولا شرب اللبن زي ما طلبت منه وراح لمين راح للارض ميمون يا ميمون يا ميمون ممكن تجيني موزة من اللي معاك موز انت عاوز موز يا نونو ليه عاوز موز علشان اكله يا ميمون يعني هيكون ليه يعني اكيد عايز موز منك عشان اكل عشان انا جعان اه بس انت لو كلت الموز دا يا نونو بهايجعلك بطنك خالص وهيجيبلك ماغص بلاش تاكل موز يا نونو وروح كل الاكل اللي ماما بتعمله لك انت كمان يا ميمون هتعمل زي ماما وتقعد تقولي كل لبن اسرب لبن بلاش موز هيجعلك بطنك انا عاوز اجرب ايش معنى انت بتاكل الموز انا زهقت كل يوم لبن كل يوم لبن انا عايز اجرب حاجة جديدة والنهاردة هجرب موز ممكن بقى تديني واحدة خلاص ماشي براحتك مدام انت مصمم تجرب جرب اتفضل يا سيدي الموز اهو ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يا بختك كل يوم كده بتاكل حاجات حلوة انت عارف بقى انا زهقت من الموز زي ما انت كده زهقت من اللبن انا كمان زهقت من الموز بس ماقدرش اكل حاجة تانية يعني ماقدرش مثلا اروح اكل لحمة زي بتاعت الاسد ولا اقدر اروح اكل اعشاب وخضرة كتير زي بقى الحيوانين توجه لي بطني فانا بقول الحمد لله ان ربنا اداني اكل حلو وطعمه حلو ومش بيوجه لي بطني فانت كمان يا نونو بقى خلي بالك لا لا ما تقلقش يا ميمون تشكل الموز حلوة هو وانا كويس قدامك وما حصل ليش حاجة انا هروح بقى اقول لماما وفرحها ان انا كلت الموز وكويس وما واجعلش بطني سلام يا ميمون سلام يا نونو يا ماما يا ماما تعالي شوفي بصي انا كلت الموز وهو بطني مش واجعيني ولا حاجة شفتي بقى ان الموز طلع حلو كده يا نونو برضو كلت الموز ماشي طب يا رب بقى بطنك فعلا ما تكونش واجعيك خلاص مدام انت مبسوط ماشي انا بس كنت خايفة عليك عشان كده قلتلك بلاش لا ما تخفيش يا ماما انا كويسة هو هدخل انام تسبحي على خير بقى وانت من اهله يا حبيبي ودخل نونو بقى ينام وهو فرحان انه اخيرا خلاص مش هيشرب اللبن تاني وايه وهياكل الموز وكان مبسوط انه جرب حاجة جديدة وكمان واجعتلوش بطنه زي ما ماما وميمون قالولو بس بعد شوية حصلت حاجة اه يا بطني اه يا ماما الحقيني يا ماما بطني واجعاني قوي مش قادر مالك مالك يا نونو يا حبيبي عمال ليه تصرخ كده ايه اللي واجعك بطني بطني يا ماما واجعاني قوي اه الحقيني بسرعة طيب ما تخافش ما تخافش انا هجيب لك الدكتور حالا وماما كانت خايفة جدا على نونو وراحت بسرعة جبيت له الدكتور والدكتور جيه وكشف على نونو واول حاجة سألها له قال له ايه قال له انت كلت ايه يا نونو ايه غير حاجة مفيش يا دكتور مكلتش غير موزة واحدة بس موز اه قلتلي بقى يا نونو انت كلت موز خو مش المفوض ان انت بتاكل لبن برضو ايه اللي اكلك الموز طبعا هو ده اللي وجعلك بطنك الموز سيئل جدا على معدتك يا نونو ومشي الدكتور وكتب للنونو الدواء وقال لمامته ياريت ما تخليش ايه نونو ياكل تاني ولا يشرب حاجة غير اللبن الاكل بس اللي ناسب معدته وبعد اللي حصل ده النونو بقى خلاص بيسمع الكلام ما بقاش بيشرب حاجة غير اللبن عشان تعب قوي بعد ما اخد ادوية كتير ورجع نونو يحب اللبن ويشربه كل يوم زي زمان ما بقاش يفكر انه يغير ابدا الاكل بتاعه وماما كانت فرحانة ان نونو بقى شاطر وبيشرب اللبن بتاعه كله وبكده يا حلوين تكون خلصة الحدوطة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وكمان فعالوا زر الجرس